اهلا احبائي المشاهدين عنوان الحلقة حتى متى لا تبصرون خلال الفاصل وصلنا سؤال من الفيسبوك من الاخ محمد سأل هل يدخل المؤمن المسيحي للملكوت إذا كان عاصيا إذا كان سؤالك يا أخ محمد واحد مؤمن آمن بيسوع المسيح وإنه أخطأ مكتوب إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم لكن إذا كان عاصي ومتمرد يعني قصدك غير مؤمن حتى لو كان مسيحي اسمي لكن غير مؤمن بالعمل الكامل عمل المسيح الكفاري موته على الصليب وقيامته من الأموات لا يستطيع أن يدخل الملكوت قال يسوع لنقديموس رجل اللي حافظ كل الدين في يحنى إصحاح ثلاثة قال له الحق الحق أقول لك ينبغي أن تولد من فوق ثم قال إن لم تولدوا من فوق لا يقدر أحد أن يدخل ملكوت الله أو ملكوت السموات هذا إذا كان متمرد إذا كان عاصي خلينا أقرأ بعض الآيات يا أخي محمد يمكن بتساعدك على فهم السؤال في يحنى إصحاح 12 مكتوب أن اليهود يصرون إصرارا على عدم الإيمان بيسوع المسيح في أي 37 ومع أنه قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب لهذا لم يقدر أن يؤمنوا لأن إشعياء قال أيضا قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه هون صيخة الحديث عن يسوع المسيح ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا غير أنهم لسبب الفرسيين لم يعترفوا به لألا يصيروا خارج المجمع إحنا شفنا أنه هذا المولود أعمى طردوا من المجمع صار خارج وجدوا يسوع وهون شوف التهديد لألا يصيروا خارج المجمع بيكونوا محرمون دينيا تقصيا شرعيا روحيا يعني لا بيقدر يتجوز ولا بيقدر يتجنز ولا بيقدر يعني يقوم في أي مرسيم مثل البرمتسفا الختان كل هذه الأمور بحسب الشرائع اليهودية ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا غير أنهم لسبب الفرسيين لم يعترفوا به لألا يصيروا خارج المجمع لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله هون واضح أنه بتشوف يا أخي محمد إصرار على عدم الإيمان والدخول للملكوت شو يعني الملكوت الملكوت بيتكلم عن ملكوت على دومينيان على مملكة على السلطة وهذا الملكوت بيبتدي بتتويج المسيح ربا وملكا على القلب والحياة والكيان وهذا الملكوت بيبتدي كبزر صغير بالولادة الثانية تولدوا من فوق الله بيعطينا طبيعة جديدة وطبعا الطبيعة القديمة مش بتروح لكن طبيعة جديدة اللي بتطلب البر والقداسة وبتتمشى بحسب سلوك الله اللي الله بيطالبه فينا وأصبحنا خليقة جديدة وأصبحنا أولاد وبنات للرب هذا الملكوت بيبتد من خلال البشارة من خلال الكرازة أنه نتكلم عن ملكوت المسيح هو ملكوت روحي ملكوت سلام ملكوت فرح هذا الملكوت مؤيد بآيات وعجائب ومعجزات وجزء ومن ضمن هذا الملكوت هو فتح العيون وهذه مواصفات المسيح عندما سأل يحنى المعمدان كان موجود في السجن أرسل تلميذين وقال يعني يعني روحوا لعندي يسوع اسألوه يسوع قال اذهبا واخبرا يحنى أول شيء اللغة اللي بيفهمة يحنى عن المسيح المسيح المنتظر اذهبا واخبرا يحنى العمي يبصرون فإذا هذا كان دليل كافي وافي شافي ليحنى الذي يفتح العيون هو الذي سيكون المسيح واللي بيبتدي في هذا الملكوت الجديد اللي ابتد في يسوع عندما قال توبوا وآمنوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات توبوا وآمنوا بالإنجيل للأخبار الصرة فإذا أخوي محمد إذا كان إنسان عاصي ومصمم يعني يصر إصرارا على عدم الإيمان مع أن المسيح صنع عجائب خارقة واضحة أمام الناس ولاحظ أن هذه المعجزة مرحت من أزهان الناس في يحنح داعش يسوع يقيم ألي عازر من الأموات بعد ما أنتن أربعة أيام في القبر يعني ريحته صارت طالعة فخلق برضو إنسان جديد وأقام ألي عازر بس السؤال بتاع الناس كان في يحنح داعش أعتقد أي أعتقد سبعة وثلاثين ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت فالمسيح أثبت أنه مش بس بفتح العيون لكنه يقيم من الأموات فإذا الإنسان يصر على عدم الإيمان فإذن يعني بيكون إيمانه مغشوش في يحنى 8 المسيح يعني قال للذين آمنوا يعني للذين آمنوا تعرفون الحق والحق يحرركم وبرضو أثبتوا أنه ما كانوش مؤمنين حقيقة وحتى بسياق الحديث اللي قرأته يا أخي محمد أنه كان في ناس من الكهنة سمعوا الرسالة وآمنوا بس خافوا بدهنش يعلموا هذا الإيمان لألا يطردوا من المجمع ليه؟ لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله وهذا الإشكال ليه اليوم الناس مش عاوزة تبصر مش عاوزة تشوف أحبوا مجد الناس أكثر من الله بهمهم العلاقات وبتعرف كتير ناس للأسف بتخجل كتير مسحيين بتخجل بالمسيح وبتساهلوا في موضوع المسيح ليه؟ بسبب العلاقات الاجتماعية مش عاوز أعثر وبيقودوا أنفسهم لجهنم ليه؟ بسبب أنه رفضوا وأصروا أنه عدم الإيمان بيسوع المسيح الشيء الثاني أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله أو كما سمعنا في يحنى ثلاثة أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة مش عاوزة تآمن بيسوع لأن يسوع هو النور والنور بيفضح الظلمة وطبعا لما بتنفضح الظلمة بينكشف الإنسان فإذا الإنسان راض بحاله عاوز يقوم بكل أنواع الخطايا فإذا بدي يكون منفصل عن الله مستقل عن الله يريد أن يفعل ما يحسن في عينيه مش عاوز سلطة روحية ولا سلطة دينية ولا سلطة سياسية ولا أي شيء عاوز يعني فبتبتدي الحياة الإنسانية بالتراجع بيبتدوا يتنازلوا بيبتدوا عدم الصلاة يمنعوا الكتاب المقدس بيبتدوا موضوع الإجهاد بيبتدوا يرفضوا طرق الله مثلا في الزواج في هذه الأيام بيتزوجوا أكتر من إمرأة أو بيكون في شذوز جنسي وهكذا عم ترفض المسيح لأنه المسيح هو النور نور لا يدن منه فإذا آمن بالمسيح يعني رح يكشف كل شيء فبدل ما يتوب ويعترف بالعمل روحي وبالجهل الروحي وبالضلال وبالتزييف فبيحاول يغطيه بشوي التدين لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني جداً أحب الناس الظلمة أكثر من النور هو بالأصل كانت أعمالهم شريرة